عندنا كارتلون عقد جالسة مع وجاما وبن شرقي. طبعا نتكلم مع السنان وان السنانة دي من الاوراق الاساسية اللي اعتمد عليها في لقاء برامد زيون الخميس. ونفع ندرهم المعنوية. وانهم عندين تركيزه وعادين يهدي مستوى جيدة من برامدز. وطبعا كانهم في منافسة عن مركز الثاني وكانهم عن كل البرامدز. وبعد نهاية التدريب عقد بلسة منطلدة مع ابو جبل. بياهله نفسيا طبعا للمباراة. وطالب انه هو يكون هاجي خالص خلال اللقاء. ويركز. وكارتلون عنده طلوح انه هو يكوز ووصل للنقطة تمانية واربعين. وينفرد بالمركز التاني. اه كارتلون خلاص خد قراره انه هو مش هيجازد بحزم امام. حزم مصاب بشد في العضل الامامية. هيعتمد علي احمد ايد في الجهة اليومنا. واحمد ايد ظهر بصورة كويسة في المباراة الاخيرة. امام اندي. وطبعا هيكون. ايوة. ايوة معاك. ايوة معاك بقول لك سامحة. مع في زمان الخد بقرار اه بعدم شاك ورضايا المهربة بسبب عديد احمد احداد. بعد طبعا ما عارف ان كل الكلام اللي كان دونه في الاعلام اقص. ايوة مش من حق ويشكي. الرضاق ليه ان الفيزا قالت بسبب ضياحة كورونا اللعيبة اللي موجودة. اه اعراض لو الدوريات بتاعتها تم استهنافها يشارك حتى نهاية المسابقات. يعني يوضح الكلام وقال ان حمد احداد من حق يكمل مع الرضاق مدام التحاد المغرب يستقن في البطولة. في ظل دا احد كورونا وبقى لعيد الاعارة يكمل لحد دا امتهايت المسابقة المحلية. طبعا الزمان اك عارف انه الهقص اللي كان عمان يقولك هشتكي الرضاق هاعمل في الرضاق مالوش اي حق انه شتكي قد بط وسكت يعني. اه مصطفى الحمد انتظم في التدريبات المعارضة بعد ديها فترة طويلة طبعا. باش طبعا يكون صعب ان هو يشارك في مبارات اه دراملز دا انه بقى لفات غايد. النهاردة شكابالة طبعا شاك وكده شكابالة يا حق طريق مشاركة امن دراملز وظهر بصورة خيصة تدريبات ويمكن يكون موجود اه مع الطريق. لكن البت ادي اساسيا دا طبعا يكون راجع ليه قرار اه كارترين مدير التاني. طبعا الزمان اللي خدافك الطريق حامد بساوي حصوله على ثلاثة انجرات بسواب الاقاف. طبعا. اه طبعا في ازمة ديها جيدة ان حصلت النبي اسماعيلي حاب اعلق عليها. ممكن هتكلم الزميل مراسل اسماعيلي. عندنا عندنا المراسل وعندنا الكابتن حسني عبد ربه لو ايستعلق سريعا في دقيقة. سريعا مشاهد كده ان كل رئيس نبي تاشل. ما عندش حد يعملها. وبعد ما بيفشل وبيخلي الدنيا هباب يقول ان عدو من دخول النادي. حسز النادي ده ورث. وانت ورسته مثلا. ما اكتوب لك ان يرث. انت رئيس نبي فاشل. ووارح كده ان محدش طلق رئيس نبي عنده اخلاقيات رياضية. انه كبتن محمود الخطيب. انه محمود الخطيب الراجل. اتهاج من الناس كتيرة وماخدش قرار بنانعي اي واحد من ما يجمه من عدم دخول النادي الاني. وبحيي بحيي بحيي على اخلاقيات الرياضية وعلى هزا الموقف. انه محمود الخطيب يتهاجم من الناس كتيرة وما اخدش اي قرار بمنع واحد من الناس اللي هدوث بي ان يدخل النادي. في ناس تانية بتتلتك عشان تمنع اي حد يدخل النادي. اكن النادي ده ورثه. واخد ورث كده. جاءت عليها على المشهد ده. شكرا يا سيد علا. شكرا جزيلا.